اشتركوا في القناة ونعتز فيه كفلسطين في هذه الحالة وكأننا نحكم على أنفسنا كمسلمين وكعرب بالإعدام من الأمريكان أعتقد بأن هذه مأساة وليست عيد بالنسبة لنا هذا عيد ولكن ضحية بصدام حسين وكان هو الضحية كما نضحي في الإسلام بغض نظر عن الحيثيات السياسية التي جرت في أيام صدام أو المحاكمة فكانت اختيار هذا اليوم بالذات يوم فرح ويوم عيد للمسلمين شكلت مأساة وصدمة اشتركوا في القناة نحن نعتبر إعدام الرئيس صدام حسين في هذا اليوم من قبل الإدارة الأمريكية إنما يمثل محاكمة للنظام العربي الذي يقول لا للإدارة الأمريكية ومن هذا المطلق نحن نستغرب لهذا الصمد العربي خاصة النظام الرسمي إذا ما ترتكبه أمريكا من جرائم ضد أبناء شعب العراق الشعب الفلسطيني يصير لدولة وحكومة ويتوحد لكن حسبنا بالله ونعمات الوكيل عليهم العدوين علي الله لا يبرك لهم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لكنه سيئة إفتحان تأثيرا في أمريكي ويقانا في القناة ويقانا هناك أنزر الانتخابات باقناة في الوقت وإنها سيئة تأثيرا في القناة وإنها سيئة سيئة تأثيرا في القناة ادامه رجيمور پیشین هراد کار حکومت عراق است ما برای مردم عراق عرضو سعادت و خوشحالی و کامیابی داریم